السلام عليكم ومرحبه بكم حبوباتي نتمنى كامل تكونوا بخير مع هذا الفيديو اللي جبت لكم اليوم كي ما عودتكم ديما نبدأ كلامنا بالصلاة على الحبيب صلى الله وعليه وسلم اليوم حبوباتي هنشارك معكم صهرة رومانسية وصهرة عيد زواجي قلت لكم انا منحتفل بأي مناسبة يعني غير عيد ميلادي ولا عيد زواجي بسكو عيد زواجي هو النهار اللي بديت فيه الانسان اللي حبيته وداني الانسان اللي حبني يعني كل عام نحتفل بيه وان شاء الله يا ربي ربي يدوم محبتنا وربي يكمل لمتنا ونعيش يا ربي معها طول حياتي حتى للمامات وكامل لكم انتوما المهم حبوباتي هنشارككم كامل لجواني تاعي كيفش فوتها نعطيكم نصائح وفي نفس الوقت لبنات يعني رحين تفوتوا معي انهار كامل المهم لبنات اول حاجة منين يكون عندي عيد زواج ولا صهرة رومانسية او لا نضيف منامج الانسية او لا او لا او لا او لا او لا او لا طول حاجة ولا او لا بنا بني انهار كامل او لا امنا كما راكم تشاهدوا اجبت هذا الكوفرالي البلون سوف نفرش و ننقي شوية لا شو سوف نوجد الكادو الذي قمت بها للزوج يعني عندما يدخل مع الربعة نمدل الكادو الوقت الذي يأتي و يمدل الكادو و إذا كان يدير لي الوقت الذي يأتي فيه من بعد نجعله غير الصهراء يعني نروحون تعالشوا بره و بعد نجول الدار نديروا الصهراء المهم حبوباتي كما راكم تشاهدوا هنا بعد ما فرشت كامل هذا الكوفرالي البلون يعني هذا الكوفرالي تعال نهار عرسي و نحبه بزاف انا نهار العرس لول بيانشيخ كنت في الوطيل دوزيام جوغ كنت فرشتوا و عزيزة عليا بزاف هذا الكوفرالي سيبوغ ساحبي تنفرشوا نهار عد زواجي هنا كما كم تشوفوا بدي تندي كوري بهذا الورد المجفف درت كامل هاكا قلب و رشيت كامل الكوفرالي بليف لغ من بعد البنات هنا ولينا اللا تاخت كان جاب هالي تشوكيت فيها البنات صح بنتها كاتشابة و كاتبنوطيلا مي البنات الشكل التاحة معجبنيش يعني شوفوا الديكوغ تاحة جاني كامل ديكوغ سامبل وش رايح نضي لبنات هنا الحمدولله بك كان عندي شوية فاكية رايحة نزيد انديكوريها يعني جاتني بزاف سامبل رايحة نضي انديكوريها عفوان هنا و رايحة نشارك معاكم كما راكم تشوفوا هنا الحاجة لولا عندي هذه الشوكولة من بعد رايحة نزيد لها شوية فاكية عندي كان عندي كيوي و كثاني كان عندي العنب تفاح و تشينا ما حبيتش نزيد لها بس كما راكم تشوفوا هنا العنب كنت قسمت الحباءة على زوج و قمت بس كما راكم تعطيتها انضج لها كما راكم تشوفوا هنا كما راكم تشوفوا بعض مزد كمية هذه العنب جبت هنا كتعدي نص حباء كيوي و كما راكم تشوفوا و بدايت نحاول انزيد لها و نكسر في الالوان يعني اللون هذا الاخضر رايحة يكسر كامل كما راكم تشوفوا هذه العطاقة جاية شوكولة مع ليفخاز مع العنب براسكيق نضيف فلوغ صغر و نعطي لكم الشكل النهائي و هي لكم اللبنات العطاقة التاعي الشكل النهائي و اوليت بثاف شابه سوف نعطي لكم الكادو الذي اجابه الزوج مع الكادو الذي قدرته انا نحن نعطي لكم الوقت الذي يأتي من الخدمة نتبادل الهدايا ثم نذهب هنا لبنات سيلا برميار فاي يأتي لها الكادو يعني كارتونا كما هكا لا يوجد غير غلاف المهم اللبنات سوف نفتحها معكم و ما زال كامل ما شفتها سوف نشوفها كيف كيف سوف نسجل و في نفس الوقت سوف نفتحها سوف نقول زعمة شي يكون فيها بيجاما و كوسميسيك نيفيا والله ما على بالي سوف نفتح و نشوف سوف نفتح و نخمم زعمة شي يكون فيها و راجل يكون معي يقولي زعمة في ميزك شاكين كيف ما راكم تشوفو هنا البنات المهم حاجة الأولى و هي الحلوة على البالو نموت على هذ الموديل حلوة هنا هذي حاجة الأولى اللي لاني شوف فيها هي ديودوران إيفيدانس بس كيف نحب بزف فأخفى إيفيدانس جاب لي ديودوران تاعها كما كم تشوفو الحلوة هذي نحبها بزف يعني كل خطره يشري لي منها و تكمل كل مرة يشري لي منها تكمل و هنا الحاجة اللي كانت في خاطره سبحان الله كان في خاطره هذ الموديل تاع السلاول تاع الجين جين و إيلاستيك شحل من المرة كنت نخرج معه و يعجبون يقولوا هذو راهم في خاطره سبحان الله دارها في راسه و راح تشري لي و سيلا بخيم يخفوه أول مرة كما راكم تشوفو هنا يا ان شاء الله برك يجيني تلمو اللي حسب اللي ما يجينيش و لا راح جاب لاطايل اللي كاملة كبيرة هذي أول هادية مع هذيك الديودوران هنا كما راكم تشوفو جاب لي هذا الشال نواغ ديجان عندي شال نواغ ميئة هذا الموديل اللي جابو جاي شوية شباب على اللي عندي أنا حس يتوحنين في الفتيسوية تاعو والله سبحان الله شوفو البرنات أنا كنت نقولوا هذيك في خاطري هذيك في خاطري يعني هو دارهم في بالو و خلهم كامل عيد زاواجنا و جابهم لي كانت في خاطري هذي الأديداس والعميت شاولا كل واحد كيفاش يسميها كانوا بزيف في خاطري بسكو جايين بزيف خفاف ثانيك دارها في راسو جابها لي يعني جابها لي اصغتي مع الخيمار جاية انواغ بزيف شابا مم جاية عالية والله ما لابا لي اسكو تجي ولا ما تجيش نقيسها و نشوف ثانيك جاية بزيف شابت على الصح فرحت بالهدايا و ما كنتش متوقع اي ديلي كماكا بسكو كل مرة يعني ديلي غي باخفن ديودوران كيما هكا و جاب لي هذي الباخفن كيما راكم تشوفوا فيها ثانيك لاماخك اسماخ تقولوا ربي يحفظك و ربي يعطيك ما تتمنى ان شاء الله تاع الصح فرحني يعني يكون جاب لي كل من الذهب ما هو شرح فرحني كماكا سيخصوا لبنات حاجة كي تكون في خاطرك و يجيبوها لك المهم لبنات يعني هذه الهادية تاع الزوج اتاعي سوف نقصوا الى جاني سوف نخرج به يعني سوف نتعش به بسكولي يمارها بزيف البرد لم يكن قدرت ان نقصوا بسكولي يمارها بزيف و قلت ان نذهب بسكولي يمارها بزيف المهم هذه الهادية تاع الزوج تعيين يقولوا ربي يحفظك ربي يخليك لي يا ربي و بعد نذهب و نريكم انا الهادية تعيي ابنت انا لم يكن اخطى اماما عندي اشتقل شفت معه كنت شريت له هذا التريكوكي كما راكم تشوفوا جاي تشتاعه بزاف شباب جاي هذيك الحرارة اللي بزاف رقيقة يعني تحاد الوقت تعار بيع و لا تعال خريف كما تشوفوا هنا شريت له في البلانوي انا شفت الحويج اللي نقصينه يعني خاصوا تريكو تا هذا الوقت عنده مش مي مشي كما حاجة جديدة و خاصتوا سيغ فاتمو جبت له سيغ فاتمو يعني عنده لي سيغ فاتمو مياكم شفتو البنات سيغ فاتمو معلغ سيجغل يبدال اكل اختاهم كنت جبت له هذا التريكو و هنا بالنسبة لهذه السر والتعسيغ فاتمو جبت له هنا فيها كما كم تشوفوا هذي الموتارد بسكو عنده اديداس هذي لا كولغ ثانيك ان شاء الله يا ربي برك اجيه يعني انا كي نحب نشري هكا كادو لا ندي معايا حماتي بسكو انا ما نعرفش جيفوها لاطايتاو مي حماتي جيب لي نيشان لاطايتاو المهم لبنات هنا سيبدأ نوجد روحي نلبس و رايح نخرجو كيف كيف كما رك متشوفو هنا بالنسبة لغيسونغون اللي خيرنا باش نروحو ليها بانشيخ كوتري زيرفيت طابلة و اللي هي ريسونغون ولا مطعم الحاجة اللي ما كوتش كامل متوقعة باللي مكلتهم كيما هاكا حطتهم كيما هاكا شوفو لبنات انا العام اللي فات في عيد زواجي كنت روحت المطعم ولا ريسونغون جايا شوية شيك من بعد لبنات شوفو والله للي بخيمة امنوش يعني عشاكا مباسيط سقام منا قريب خمسمائة الف غير حريرة مع ديسكالوب هذا ما كان يعني حاجة خفيفة بزات فسلاة للمونات سقامت منا قريب خمسمائة الف مي هذي الرسطوران اللي حبو يعني حاجة تكون موان شغ حطة مقامة استقبل متقدروش تتخيلو كيما كم تشوفو هنا يا رايح نخليلكم الاباش تعل تحاذي الرسطوران في صندوق الوصف اللي تحب تروح ولا تشوف ولا اه هاكا باش تتواصل معه كيما راكم تشوفو هنايا كوننا سايا قريب راح نوصلولو كيما كم تشوفو مطعم الحاجة هذا المطعم جاي في ليستو كيما راكم تشوفو باين جاي قريب لسبيطار ثاني كي قريب لباتيمون اديل اهنا لبنات كيما راكم تشوفو بعد مدخلنا الحاجة لي اثيرتني انا في هذا الرسطور هو انقا يعني انا كنتنتبع فيه في اللعباج اثيراني البخيم البيئة ليس كبير والشيء التي أعطيتني الكثير يعني ماكلتهم النقية لدرجة لا تستطيع تخيلها والشيء التي شاكتني كامل دخلت وصلت هذه الساعة بخيز لم تكن متوقعتها لبنات لأنها تريزير في طابلة يحسبون لك الطابلة 150-200 ميل على هذا الدكور لكن هذا الريستوران لا يحسبون لك يعني إذا حبيت تفرحي الزوج تاك ولا ولدك ولا أميمتك ولا حتى بابك ولا هكا تديري له حاجة هكا كادو ولا عشاء مهم سيحسبون لك الطابلة كي تريزير فيها ومام البخي يعني البخي موانشار ما تقدروش تتخيلوش حال أسعار معقولة وماكلتهم بزافة هنا كما راكم تشوفوا كنت جمعت أنا والزوج تعي كنت لبست هذا السروال الصباط يقدرت مع هلكات انواغ والمانتو بيانسيوخ كمين جمعت كوتنا هنا أريد أن نشارككم في هذيك الغيستورون في هذيك الغيستورون يعني أي مكلة تقليدية تصيبها فيها تصيب البركوكس تصيب الحريرة البوراك كبدة مشرملة تصيبها أي حاجة تصيبها يعني تصيبها تصيبها ثانيك فيها كل شي وعندهم خدمة التوصيل ما من البنات اللي يكون عندها نفس ولا يخدموا لك بالكوكس أو ماكلتهم ما شاء الله قد ما نجزع ما لبنات تعرفوني أنا جاية صريحة كون معجبتني ش الماكلة ما نجرح أن نقولكم ماكلتهم شابة تعرفوني خارج تانيشين ما يتعجبني ش الماكلة ولا خفت من نقا ولا ما كاش واحدة مسوسة في الماكلة وفي غيسترون كيفية أنا؟ لأننا في عائلتنا نتعاملوا كثيرا مع غيسترون لأننا نسربهم اللحم يعني خويا هو اللحم والكبدة يعني غيسترون دخلوا داخل الكوزينة غيسترون لأنك بدأت تتعاملي معها قدرت دخلوا إلى الكوزينة وليس يحدروا معك يعني شفت أحد غيسترون بزاف شيك مي كونتوا دخلوا للكوزينة ستشوفوا كوارث مي هنا أنا كي بديت نشوف والله ما أمنت سفريمو يعطيهم الصحة المهم البنات انو اللو هنا للعشة بالنسبة للعشة هنا حطونا بورك كي معكم نشوفوا بورك داينينو بالفيوند مع الفرماج بزاف ثاني كي شباب كي معكم نشوفوا هنا جاين هكا يتقارمش من الداخل فيها ذاك الفرماج ثاني كي بزاف شباب احنا رح نوري لكم الحريرة كي معكم تشوفوا الحريرة الوهرانية ثاني كي بنتها بزاف شباب تشوفوا هنا البنات بالنسبة اللي تحب تروح لهذه الغيستوران راني حطيت لكم الاسم الاخر لا باش تاحة حطيتها لكم في صندوق الوصف مام اللي بخي قوت لكم بزاف موانش يا لديه اللي بخي قوت لكم في الغيستوران يحسبوك على الأقل 40 ميل بالنسبة اللي بورك نحن نبخي قوت 7 ميل ولا 5 ميل ولا هكا وعندهم كل شي يعني بارك لبنات إذا كنتوا راحين للعشة أهضرو معهم أصبح باش يخلو لكم الماكلة للعشة بس كل كان ماكلة كامل تكملهم أصبح هنا لبنات حطونا الجو ليمونات كيما كم تشوفوا راجلي كان دوموندا كوكا مع الجو أنا دومونديت هنا غير الجو من بعد لبنات جابونا دوزيام بلا هنا راح نشاركم بدوزيام بلا وشنو هو كيما راحكم تشوفوا جابونا هذا أنا كنت دومونديت هذا اسكالوب فانيك جاي بزف بنتو شابا جاي اسكالوب مداخل فخسي باللب الفورماج ونغمال مو دايلو شوفان يعني مرمدينو كامل في الشوفان وقالينو مع اللي فخيت مع اسلاطة وراجلي هنا كان دوموندا كبدة مشرملة ما شاء الله هذه الحاجة اللي نقدر نقولها لكم مطعم الحاجة روعة يعني بزرحت بزف اللي غيستوهم مي ماكلتهم بنا وأسوهم في المعقول و الترحيب شاء الله من بعد البنات كيما كم تشوفو هنا يا بعد ماكلنا اللهم اديمها نعمة ريح نشارككم بالتحلية اللي كانو جابوها النا تعني تحلية هي تخدمها بنتهم او خطهم تخدمها سيوخ كوموند مي احنا كدرتها لها هادية يعني مني نعرفها عيد زاواجنا كتجابتها لها كهادية تحليت دي سباسيتو رايح بكا نوريها لكم وبنتها ثانيك بزاف شابة انا قدت كيف قدتها و عجبتني قدت ان شاء الله بربي راح نزيد ان كوموندي من عندها ثانيك لبنات راح نخلي لكم لاباش تاحا في صندوق الوصف تعرفوني لبنات ما عندي حتى علاقة باش نشهر بحادة غي ستوغن ولا ندير اشهر ولا ندير بي بلي سيتي يعني عجبتني انا قدت لكم عجبوني زعمها المعاملة الماكلة صار حدكم و ما عجبوني اش راح نقولكم اخطيكم المهم حبوباتي هنا كي ما راكم تشوفوا اللهم قدمها نعمة و هاي لكم هذك التحلية اللي كان جابتها هنا كي ما راكم تشوفوا هنا دي سباسيتو دي سباسيتو دي نميغو تيليفون كي ما راكم تشوفوا هنا هنا كنت مازال ما ذوقتها يعني حتى رديتها لدار و ذوقتها بلت عليها تصح يعطيها الصحة ما شاء الله ما شاء الله المهم لبنات وهنا كي ما راكم تشوفوا يعني بعد ما كمنا العشاء هنا رانا خارجين من مطعم الحاجة و نشكرهم بزاف على حسن الاستقبال على المعاملة على الماكلة و الحاجة اللي نركز عليها النظافة و البخي يعني ما همش للناس اللي يبروفيتو من بعد لبنات كي ما راكم تشوفوا هنا اخرجنا من هذا الغيسطور و رحنا ديغاكتورم للعاقيد و العاقيد لطفي لأن العام اللي فاتت كنا رحنا يعني دلنا نفس البخاء رحنا اتعشينا بعد رحنا كلينا الكريم هذا العام ثاني كدرسك معك رحتي اتعشيت بعد رحتي هنا أنا و الزوج كلينا الكريم كلينا الكريم كلينا الكريم كلينا الكريم كي ما راكم تشوفوا كنت انا و الزوج كماندينا كل واحد كيفش و بيانسير مولون تبادلوا انا ناكل شوية من عنده و هو يكل شوية من عنده كلي كما هكا هي و الزوجتها كما راكم تشوفوا و انا كنت قمانديت هذا الكريم كامل بالمكسيرات و فيه ليف خويم الفوقة و هو كان دون موندان نارمال الكريم يعني ميلانج عادي المهم اللي بنات و اللي تتوحم و قلها شاهيتك في الجنة و سمحوا لي اللي بنات انني نحب نديلكم هذا الفيديو باش تستفيدوا منهم يعني اللي عندها عيد زاواج حاولي تكسري الروتين حاولي تخرج غير بمية و بميتين و تبدلي الجو الساعة يعني ماشي شرطة تكلفوا على رواحكم المهم اللي بنات و هنا بعد ما وصلنا للدار كنت ديكوري تلا شامبيو يعني قبل ما نخرج بارك لعتاختك و تخليتها في الفريجي داخ كي جيت اجبتها و حطيتها و هنا راح نشارك معكم الطاولة تاعي كما راكم تشوفوا حبو باتي هنا هذيك التحلية دي سباسيتو كما راكم تشوفوا فيها درتها في هذك البلاتوميغوا هنا هذيك اللوف درت فيها المكسيرات كما راكم تشوفوا درت الكوكاو اللوز القرقاع ثانيك هنا درت الكوكاو وهذي كلها تاخت كما كنت تشوفوا كما كنت تزينتها يعني تزينتها كان سامبل انا تزينتها في الاخر امعا جي اللهم قديمها نعمة ما حبيتش نكفر و تحبا نديلي تاختولات و تحبا نحط فاكية ما حبيتش نكفر و تنديل غير الحاجة اللي يناكلوها من بعد لبنات اهنا اريحا نشعل اسموعة قالي يا راجلي من ينشعلوا اسموعة عشان نغلو كلوا اللاغي نشعلهم نعودوا نطفوهم المهم لبنات وش نقولكم هذا هو كامل نهاري كيفاش فات تعافوا بلي نشارككم باي حاجة نحبكم حاجة اللي تفرحني نحب تفرحوا معايا حاجة اللي تغيضني نحب نحكيها لكم بس كنتم اخواتاتي تم العائلة الثانية اللي مهيش زعمات ديرها نقولها بروفيتهم الدنيا خرجي وكولي وحوسي وضحكي ومكاش اللي رها متهنية والله العظيم الكمال لله سبحانه يعني مشي تشوفوني انا كما هكا تقولوا اس يا عيشة رها تخرج معا رجلها والله العظيم مكاش اللي رها كاملت لها الكمال للربي سبحانه يعني كل واحدة ونقائسة وعها الحمدو الله يا ربي مي مشي انا حاجة نقصتني ساي نروح ندمر روحي على جالها ومانوليش نخرج ومانوليش نحوس ومانوليش 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 انا عندي كل عام كما هكا نحاول نوفره على روحي هذك النهار تعيد زواجي لي يمشوا يا درام هكا نخرج نتقلش بيهم انت عشاء بره منبغيش انطيب اغير هذك النهار لي منطيبش فيه يعني المناسبة لخلين كان منطيب فيهن فضاء مي عيد زواجي ندير كل شي من بره وهنا البنات وصلنا الاخير الفيديو ونتمنى الفيديو نعجبكم سلاحياتي لا كنت شغيلة عليكم لأول مرة تشوف القناة مذابية اضافة ومشاركاتي حبوباتي نقول لكم نحبكم نموت عليكم لا تنساوش جامل الفيديو وكومنتر لا تنساوش تزوروا مطعم الحاجة لبنات برك نقول لكم اللي مشي متزوجة يعطيها برنصصتها واللي ما عندهاش الولاد نقولها يا ربي عمار حجرك ولبنات اللي مشي متزوجة ربي ما في غير الخير عساكم تكرهوا شيء وهو خير ولكم بلا كي ما ركي هاكا خير من اللي تتزوجي وبلا كي ما ركي عايشة كي ماك خير ما تروحي تعيشي عند الراجل يعني كل واحدة اربي وش اعطاها لها نرضاو بالشي اللي يعطاه لنا اربي سبحانه وهنا نقول لكم تهالله ولي في رواحكم نحبكم بزاف ملاقات الخير الى فيديو اخر ولبنات ما تنسيوش برك تدعو لي دعوة من القلب سلام اشتركوا في القناة